أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ترحب وتدعم القطاع الصناعي وأن ما يهم الدولة حاليا هو بناء المصانع وتشغيلها جاءت تصريحات مدبولي خلال استعراض مخطط مشروع مدينة صناعية في مدينة أكتوبر الجديدة وأكد مدبولي أن الحكومة لن تكسب جنيها واحدا من فمن هذه الأراضي الصناعية وتبلغ مساحة المدينة الصناعية المقرر إنشاؤها 5 ملايين متر مربع ستجذب استثمارات أجنبية ومحلية بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه وتوفر 150 ألف فرصة عمل وبناء أكثر من 400 مصنع عليها